تتتمل اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية ونظمت مصر جلسة نقاشية حول دور التكنولوجيا المالية في إطلاق تمويل المستدام والأخضر حيث ناقشت القضايا المتعلقة بالتكيف المناخي وأفاق الوصول إلى التمويل الأخضر وكذلك سبل تشجيع وحجد استثمارات القطاع الخاص للتوسع والنمو في هذين المجالين الهامين لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية وشهدت الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية بشأن تعبئة التمويل للقطاع الخاص من أجل المناخي والنمو الأخضر في إفريقيا